السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعا اضرابات اليوم في مقاطعة بيان دعت اليها نقابة العمال فيادي ولكن هذه المرة ليس في وسائل المواصلات وانما في محلات البيع بشكل خاص في مقاطعة البيان اليوم اضرابات في عدة محلات بشكل خاص هاوند ايم كاوفلاند ليدل زارا وميديا ماكت وريف والهدف هو المطالبة بزيادة اجور العاملين لدى هذه المحلات بشكل خاص رح نشوف الاضرابات وين رح تكون بالنسبة لمحلات هاوند ايم للألبسة من عرفوة المحل الشهير Augsburg, Donauwörth, Erlangen, München, Nürnberg ورسنهام بالنسبة لمحلات كاوفلاند في اردن گيرتزريد, موسبرق ومنشن لمحلات ليدل في بامبرق مسيمو دوتي في منشن ميديا مرسنهام وغيو بادل محلات في منشن والزنطرالاجة أيضا المحلات الرئيسية المركزية في بوتنهام ايطين أو ايطين ومحلات زارا أيضا في منشن ففيه اضرابات اليوم أيضا في محلات البيع بسبب ارتفاع بنعرف بالأسعار والتضخم الحاصل لغابات العمال عبدالطالب بأجور أعلى للعاملين يعني في مختلف القطاعات عم نشوفه الآن أيضا في محلات البيع طبعا المطالبة هي على الشكل التالي بالنسبة للمحلات البيع العنس الحندل المطالبة هي بيرفع الأجور بنسبة 2.5 يورو بالساعة الواحدة وبالنسبة لمحلات التجارة الكبيرة والتجارة الخارجية بنسبة 13% إذن الأضرابات ليست مقتصرة فقط على وسائل المواصلات وإنما أيضا الآن وصلت إلى المحلات طبعا لكل سكان مقاطعة باين الأحباء اللي بتابعوني ومنك حبيت أن أقول لكم هالمعلومة اليوم يوم الجمعة هو الأضراب طبعا الأضرابات هي قد بدأت قبل عدة أيام يعني في أنحاء متفرقة في باين ولكن اليوم صارت أشمل وأوسع نتقل الآن للموضوع التالي ألمانيا لا تزال مستمرة في إجراء التحقيقات المتعلقة بخطوط الغاز وعلى ما يبدو أن الادعاء العام في ألمانيا لا يزال مهتم بشكل كبير ولكن دون شوشرة كبيرة في الوصول إلى الفاعلين ضرب خطوط الغاز الخطوط أو عصب الشريان الطاقة الرئيسي كان لألمانيا رغم أن ألمانيا نجحت بشكل كبير جدا في تجاوز هذه الأزمة ومع ذلك طبعا التحقيقات جارية الآن تم مدهمة بيت في مقاطعة بغندنبوك أيضا لشخص أو زوجة أو شريكة سابقة لأحد الأوكرانيين المتهمين اللي عم يتم البحث عنه على ما يبدو لديها ولد مشترك معه وجاءوا إلى البيت وأجروا التحقيقات معها طبعا كونها تعرف الشخص المشتبه به وأيضا الطفل أخذوا منه أيضا عينات من الـ DNA لمقارنتها مع DNA الأب اللي وجدت على سفينة هذه السفينة الشهيرة قبل فترة يعني تحدثنا أيضا في إحدى الفيديوهات أن هناك سفينة انطلقت من ميناء غوستوك في ألمانيا باتجاه القصة بحث البلطيق هي السفينة أندروميدا عبارة عن يخت شراعي ووجدت عليها أثار أيضا متفجرات فبالتالي التحقيقات لا تزال جارية في هذا الاتجاه والأمور كانت يعني منعرف أنه تم استجار السفينة بجوازات سفر مزورة وألمانيا لا تزال تبحث يعني في كل الاتجاه طبعا الإدعاء العام الألماني والشرطة الجنائية والبوليس الاتحادي الألماني كلها مشتركة في التحقيق لمعرفة وكشف من وراء ذلك لحد الآن طبعا قد الدول المشتركة أيضا في التحقيق نعرف شكل خاص داني مارك والسويد ولكن ألمانيا لها المصلحة الرئيسية في كشف الفعالي الموضوع التالي هو الموضوع الهام الذي يشغل ألمانيا بشكل شبه يومي بيشغل السياسيين والإعلام في ألمانيا وهو موضوع قدرة ألمانيا على استيعاب اللاجئين مع التدفق الكبير للاجئين على ألمانيا العديد من السياسيين يناقش فكرة أنه مدى قدرة ألمانيا على التحمل أو ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لحل هذا الموضوع رئيس وزراء مقاطعة زاكسن الآن السيد ميشيل كختشما عاد فكرة وضع السقف أعلى للحد الذي تستطيع ألمانيا استقباله وعدد لاجئين سنويا والرقم هو الرقم اللي سمعناه في السنوات الماضية بشكل دائم هو 200 ألف لاجئ إلى ألمانيا هذا الرقم الذي تم تدوله لفترة طويلة أيضا من قبل وزير الداخلية السابق الشخص الشهير في عهد حكومة أنجيلا ماكل كان دائما يتحدث عن موضوع أن ألمانيا قادرة على استيعاب حوالي 200 ألف شخص سرويا تراجعت عدد لاجئين في فترة كورونا بسبب إغلاق الحدود والجائحة ولكن الآن عادت وارتفعت بشكل كبير وخاصة في هذا العام حتى من شهر الأول للرابع حوالي 110 ألف لاجئ فقط دخل ألمانيا خلال الشهر الأولى فمتوقع أن الرقم يتجاوز 200 ألف في العام الماضي تجاوز أيضا 200 ألف وبالتالي ألمانيا تحت الضغط الشديد الأشياء الجديدة أيضا طبعا قبل فترة طرحه فكرة أخرى وهو اختصار أو تخفيض المساعدات المقدمة لطالبي اللجو الأزول بيفابا في ألمانيا بيأخذوا في أول فترة مساعدات عن طريق النظام أو الكاسر تباية الأزول بيفابا فهذا الرقم يعني أن يتم تخفيضه ووضع اللجنة مختصة تدرس هذا الموضوع. طبعا هو ليس شخص يعني ضد فكرة اللجوء وإنما هو مع حماية الأشخاص الذين هم بحاجة للجوء والحماية في ألمانيا وطبعا بنفس الوقت يعني أن يتم تسريق ترحيل يعني من يحصل على الرفض في ألمانيا. هاي الفكرة اللي عم نسمع الآن في فترة الماضي اللي هي أيضا سياسة الحكومة. طبعا سيد كخينش ما هو من حزب السيد او وهو رئيس مزراء المقاطعة. هذا الموضوع بيتم نقاشه بشكل دائم. طبعا فيه أصوات معارضة كليا لهذا الموضوع مثل حزب الخضر مثل عنا أيضا مثل السكرتير العام لحزب السيد او يلي يعتبروا دائما أنه لا يوجد ثقف أعلى للإنسانية وبالتالي لا يجوز وضع حد لثقف واستقبال اللاجئين في ألمانيا. طبعا الفكرة هي أنه رئيس المزرعة بيناقش أيضا أنه ألمانيا غير قادرة على إدماج هذا العدد الكبير يعني لو كان العدد كبير اللي عبتخل ألمانيا بشكل سنوي يعني كبير جدا فلا يوجد قدرة على إدماج يهم تأمين السكن لهم العمل المدارس رياض الأطفال في ضغط على كل مناحي الحياة وبالتالي أن ألمانيا لا تستطيع استيعاب عدد كبيرة سنويا. بعض السياسيين طبعا يقبل نقاش فكرة وضع حد أعلى للعدد الذي تستطيع ألمانيا استقباله سنويا. والبعض حتى هو مع ترحيل من يعني لديه رفض في ألمانيا بشكل أسرع وإذا النقاشات مستمرة حول موضوع قدرة ألمانيا على استيعاب اللاجئين الحكومة الحالية بنعرف سياسة العامة الآن هي التحول من الهجرة الغير شرعية إلى الهجرة الشرعية إلى ألمانيا قدر الإمكان تخفيف الهجرة الغير شرعية واستقطاب العمالة التخصصية عن طريق الهجرة الشرعية. ننتقل الموضوع التالي لا يزال الأمر قيد النقاش بشكل شبه يومي وكل فترة حول موضوع الجيش الألماني التجنيد الاحتياطي أو حتى سنة إلزامية لاجتماعية مثلا للناس في ألمانيا لجيل الشباب. هذا الموضوع مستمر منذ فترة طويلة. نعرف أنه التجنيد الإجباري تم إلغاؤه عام 2011 في ألمانيا. ومنذ ذلك الوقت حول الجيش الألماني الجيش احترافي. قبل فترة عاد وزير الدفاع الألماني الجديد فكرة يعني فكرة عودة التجنيد الإجباري. رفضها بشكل كامل رفض الإجبار. ولكن قال يعني انه لو كان في وقت سابق يعني كان يمكن أن يتم إعادتها. طبعا الموضوع حسم من قبل السيد ايضا اولاف شولز المسشار الألماني والذي عرض يعني وقال انه لن يتم إعادة فرض التجنيد الإجباري في ألمانيا. ومع سالك ألماني بحاجة لأفراد في الجيش. شفنا وزير الدفاع البارحة اللي حضر فيديو البارحة بشكل خاص. جاء بفكرة جديدة وهو إحداث تنوع ايضا في الجيش الألماني عن طريق استقطاب النساء إلى الجيش الألماني من ناحية وايضا الاشخاص الذين لديهم خلفية مهاجرة بنفس الوقت. لزيادة عدد افراد الجيش الألمان اللي يتراوح الآن حوالي مية وتمينين الف عسكري طبعا ما عدا الموظفي المدنيين في الجيش. فهناك رغبة كبيرة بيعني استقطاب الجنود يعني والجيل الشباب في الجيش الألماني. هذا من الناحية الآن المكلفة عن ملف الجيش الألماني سيدة ايفا هوجل جاءت بفكرة جديدة وهو أنه على الأقل أن يتم دعوة الجيل الشباب طبعا في سنة موليد معينة بشكل سنوي للفحص الطبي العسكري المستغن. يلي بيتم من خلالها تقييم صحة الشخص الجسدية والنفسية بنعرف يعني في كل مظم جوش العالم او في جميع جوش العالم بيتمها زي الفحص الطبي لمعرفة مدى يعني الوضع الصحي للشخص للدخول للجيش. ايضا دعت الآن الى هذه الفكرة على الاقل من باب الاحتياط وبعدها يترك الامر لكل شخص لمن يريد ان ينتسب للجيش الالماني بشكل طوعي. دون طبعا هي ليست ايضا مع فكرة اعادة فرض التجنيد الاجباري. ولكن الجو العام عم نلاحز انه فيه نقاش وضغط غير مباشر باتجاه هذه الفكرة. لا يوجد تجنيد اجباري نعم. ولكن الرئيس الاماني فرانك بالتاشتين ما يدعى الى سنة اجتماعية لزيد ترابط بين الناس في المانيا ايضا وخاصة بين جيل الشباب. اعادة مسلا فكرة على الاقل الدعوة مسلا والترويج للانتساب للجيش الالماني. في بعض المقاطعات ممنوعة مثل المقاطعة بعد في المدارس مسلا. فيوجد الان حالة استخطاب. وعم نلاحز انه ازداد اهمية يعني الان بعد الحرب يعني في اوروبا عم نشوف الان. فزداد اهمية هذا الموضوع في المانيا. لحد الان دون وجود فكرة فرض التجنيد الاجباري. ننتقل الان الموضوع التالي هي فكرة هامة جدا لكل من يريد شراء عقار في المانيا. عم نلاحز انه سوق العقارات في العشرة سنوات الماضية كان عبيرتفع بشكل كبير. الان توقف هذا الارتفاق مع اعادة رفع نسبة الفائدة على القروض. وبالتالي سأصبح من الاصعب يعني شراء العقارات. القروض مرتفعة. الاسعار مرتفعة. ولكن الاسعار عادت للانخفاض الان قليلا. بسبب يعني ايضا صعوبة شراء العقارات. ارتفاع تكاليف البناء في المانيا. عم لاحز هناك تراجع. ولكن نقطة هامة جدا لازم ننتبه لها. معظم الناس على الاغلب تشتري عقار قديم. خاصة الهويزا. الهويزا العقارات القديمة عادة بتكون من الناحية الطاقة ليست يعني اه نشتكون تقدمت يعني ما بتكون اه في العزل جيد. طبعا هذا الموضوع مرتبط ببطاقة. فنصيحة لكل شخص حابب يشتري عقار ينتبه لهذه الفكرة. لما نشتري بيت في شي اسمه يعني يعني متل بطاقة الطاقة البيت بيتم تحديدها. طبعا فيها نوعين. يعني انا بنصح دايما الانتباه لبدافس انا اجي اوسفايس وليس اللي بناء على الاستهلاك وانما بناء على الحاجة. ففي عنا ابيت سي دي اي اف جي وهكذا. فكل ما كان اقرب طبعا للآ بيكون افضل. يعني قدرته على تخزين الطاقة او العزل الافضل. فالتدفئة فيه بتكون اقل تكلفة بشكل عام. مع نقاش قانون الان فرض لنا النظام التدفئة عن طريق الطاقات المتجدد اللي عبتم نقاشه الان في الحكومة الالمانية بشكل شديد جدا. وربما الغاء اجهزة الغاز والتدفئة بالموضوع القديمة. طبعا مسموح استعمالها حتى نهاية يعني اه عمره ولكن بعد ذلك عدد تجديد يجب ان يتم موضوع نظام تدفئة جديد. فهذا الشيء ادى الان حسب الشركة العقارات المختصة الجي ال 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 انخفاض اسعار العقارات القديمة ذات العزل السيء. هي النقطة جدا هامة. فيجب ان ننتبه ايضا لكل شخص يبحث عن العقار انه حتى هي نقطة للتفاوض الان على السعر. انه نقول انه العقار قديم. العقار نسبة العزل فيه وسيئة بحاجة الى اجراءات عزل الى تجديد ربما جهاز التدفئة في البيت. فهذه كلها اشياء تساعد ايضا على التفاوض على السعر. والضغط على السعر. طبعا مع الاسف يعني ايضا اصحاب العقارات القديمة ممكن يتأثروا الان بهذا القانون. وتتراجع اسعار عقاراتهم ايضا قليلا. لانه الموضوع بحاجة الان الى تجديد فيما ازا صدر القانون يعني بشكله الحالي. فهي النقطة هامة وتنبيه لكل الاحباء اللي عب بيحاولوا يشتروا عقار او عب يبحثوا عن عقار. انا بعرف انه كتير ناس يعني تتأثر الان بالقوانين الجديدة المتعلقة بالطاقة. وبالتالي يمكن من هذا الباب ايضا تفاوض على السعر بشكل افضل. وهيكم يكون عملنا جولة واسعة لهم معلوماتنا المانية. تحياتي لكم جميعا والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته